من واشنطن أتوجه بسؤالي إلى دكتور ماك شرقوي الخبير في الشأن الأمريكي دكتور ماك أنت استمعت معنا لهذه التصريحات التي أدلت بها هيئة البث الإسرائيلية حول حدود والصقف المفاوضة الإسرائيلي في هذه الجولة كيف أنت تقرأ مجاء في هذه التصريحات خاصة وأن وزير الخارجية الأمريكي بلينكين قال أنها لحظة حاسمة وربما تكون هذه الجولة هي آخر فرصة لإعادة المحتجزين والتوصل إلى وقف إطلاق النار ووضع الجميع على مصار أفضل نحو السلام والأمن يعني ما رؤيتك لما جاء في هذا بهذه الخلفية وهذه التصريحة أيضا التي ذكرها بلينكين أن هذه هي الفرصة الأخيرة هي فرصة أخيرة وفي نفس الوقت المفاوضة الإسرائيلي ليس له صلاحيات أهلا بك يا مانا وأهلا بضيوفك الكرام وجمهورك الكريم ما فيه شك أن بني مينتنياهو يهرب إلى الأمام يهرب بمشاكل الداخلية إلى الأمام وخليني برضو أؤكد لك أن هيئة البس الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي بيمارس عليها الرقابة اللثيقة من حكومة بني مينتنياهو لا أحد يستطيع أن ينشر إلا بموافقة بني مينتنياهو ومن لا يمتسل بيخش السجن في إسرائيل الأمور في إسرائيل يعني جدا محكمة في السيطرة على الإعلام واستخدام الإعلام لنشر الأكاذيب كيف نطلق على وفد إسرائيل مفاوض اللفظ المفاوض أنه يتفاوض يعني له بعض الصلاحيات في بعض الأمور لا يستطيع أن يتجاوزها لكن هذا الوفد ليس لديه أي صلاحيات ليس لديه أي صلاحيات فهي إضاعة للوقت واستغلال للموقف نحن نتفاوض نحن نريد أن نصل إلى حل نعقد الأمور ده واقع الأمر شروط جديدة في كل مرحلة من مراحل التفاوض شروط تعجيزية وفي ذات الوقت الضربات العسكرية المتلاحقة على غزة وعلى جنوب لبنان كل هذه الأمور هي استمرار لسياسة بن مينة نياهو التي أصبحت واضحة للجميع للكافة ليس فقط الخبراء بن مينة نياهو يعني يهرب بمشاكله إلى الأمام من خلال هذا المنحة وهذا التفاوض الوقت المتحدة الأمريكية أنا قلت بكده في أكثر من موقف يا مونة لا تملك السيطرة على بن مينة نياهو على إسرائيل يعني دوات الضغط ما هيكش موجودة الناس متخيلة أن أمريكا ممكن ترفع سماعة التليفون يعني سوف ينصد بن مينة نياهو إلى ما تقوله أمريكا هذا غير حقيقي بن مينة نياهو لا يستطيع إيقاف الحرب يا مونة لا يستطيع إيقاف الحرب لأن إيقاف الحرب معناها معناها بدء التحقيقات ومعناها يعني اشتراع ما بينه وما بين اليمين المتطرف لكن دكتور مك في نفس الوقت الجانب الأمريكي يمارس عليه ضغوط في الداخل الأمريكي في الشارع الأمريكي أيضا في الكونغرس يعني وهناك انتخابات قادمة في الخامس من نوفمبر القادم ولديه أصوات مهمة من الجالية العربية والمسلمة هناك وهناك ولايات فارقة في التصويت وفي أحيان كثيرا غيرت في مصاري الانتخابات ونتائجه خليني برضو أقولك معلومة يمكن صادمة العرب المسلمين 1.5% من الانتخابات الأمريكية كانت بتغطب الدهم كاميلا هارس في بداية الأمر عندما تم الإعلان عن أنها سوف تخوض السباق وقالت لن نصمت عما يحدث للمدنيين في ما تفعله إسرائيل وفعله بنيمين التنية لن نصمت وبعدين عندما حصلت المدرسة اللي مات فيها 100 من المدنيين العزل قالت من حق إسرائيل أنها تحمي نفسها بس عليها أنها تتوخل حذر للتعامل مع المدنيين على طول جابت وراء 180 درجة بعد ما شافت الضغط عليها من اللوبي الصهيوني والإيباك في الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت الأمور النهاردة في مظاهرات عارمة بالأمس والنهاردة في شيكاغو في مقر أمام مقر المؤتمر الديمقراطي اللي هيعقد النهاردة الدي ان سي المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي هناك غضب من المواطنين في شيكاغو عما يحدث بالتأكيد وعن هذه التصريحات الغير مسؤولة مما كان يرجى فيها أنها سوف تكون هناك توازن في العلاقات مع إسرائيل عندما تقول الكونجرس يا مونة الكونجرس عندما يكون القرار خاص بإسرائيل تكون الأغلبية صاحقة ساحقة أول ضرب تشاكوش اللي مايك جونسون كرئيس مجلس نواب كان قرار دعم إسرائيل كانت الأغلبية صاحقة في مجلس النواب عندما يكون القرار خاص بإسرائيل عندما عطل بايدن سحنة القنابل الامكي 84 لزنة الالفين رطل واحد طن فقط عطلها الكونجرس الأمريكي انعقد في ثلاث ايام 72 ساعة نعم وأصدروا مرروا قانون يمنع الرئيس الأمريكي وأي رئيس قادم من يعطل أي شحنة إلى إسرائيل عندما تكون إسرائيل في المعادلة الجميع يدعم إسرائيل للأسف الشديد لا الحقيق